استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السفيرة السويدية في عمان وأبلغتها احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكولم يوم أمس الأربعاء الوزارة دانت حرق نسخة من المصحف الشريف معتبرة الفعل عنصريا ومنذرا بخطاب كراهية يحرض على العنف والإساءة للأديان مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها في سياق حرية التعبير مطلقا واجددت الوزارة رفضها وإدانتها لمثل هذه الأفعال التي تعتبر جريمة واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم وأكدت الوزارة ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال الاستفزازية والمسيئة إلى ذلك دانت دول عربية احرق نسخة من المصحف الشريف من قبل مقيم في السويد معتبرة ذلك تحريضا على الإساءة للأديان وفعلا من أفعال خطاب الكراهية البرلمان العربي دعا برلمانات العالم لمقاطعات المنتجات السويدية ومنع التعامل معها وتأكيدهم على ضرورة احترام الدين الإسلامي بدوره اعتبر العراق الفعل إهانة للشعوب الغربية نفسها التي تتباهى باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وهو ما رفضته إيران أيضا وصفة الفعل بغير المدروس وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر ميناء بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي يوم عيد الأطحى المبارك وفي أيام التشريق يتوجه الحجاج إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة ويبيتون لياليهم في ميناء قبل التوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع إلى ذلك جددت وزارة الصحة السعودية تحذيراتها للحجاج بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وخاصة أن مناسك الحج هذا العام جرت بأجواء خانقة ودرجات حرارة وصلت إلى 48 مئوية تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال أول أيام عيد الأطحى المبارك مع 1179 حالة إسعافية و97 حادث إنقاذ مهيبة بالمواطنين اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة في موسم العطلات حيث تزداد حوادث غرق الأطفال مديرية الأمن العام طلبت بعدم السماح للأطفال بالدخول إلى حوض السباحة إلا بوجود منقذ أو شخص لديه المعرفة بمهارة السباحة والإنقاذ والابتعاد عن البرك الزراعية والسدود والتجمعات المائية الخطرة كما نوهت إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المطوقة بشريط تحذير تنظم أمانة عمان فعاليات متنوعة في الحضائق والمرافق التابعة لها بهدف خدمة العائلات والأطفال والمواطنين والزائرين إحياء لأجواء الفرح مع ثاني أيام عيد الأطحى المبارك وللاقتراب أكثر من أجواء الاحتفالات ينضم إلينا من حديقة الملكة رانيا العبدالله في عمان مراسلنا إسماعيل السيلاوي مساء الخير إسماعيل أهلا بك إن أمكن ضعنا إسماعيل في الأجواء حولك وما هي أبرز الفعاليات التي تقام في الحضائق بشكل عام وحيث أنت نعم رفاه بالفعل بدأت هذه الفعاليات اليوم وستنتهي بإذن الله يوم الأحد المقبل التالي من شهر تموز أربع أيام متواصلة في العديد من الحضائق والمراكز والمرافق التابعة لأمانة عمان داخل حدود العاصمة عمان وهذه الفعاليات منفصلة عن فعاليات صيف الأردن عام 2023 المنتشرة في مختلف محافظات المملكة نعود إلى فعاليات أمانة عمان الكبرى ومن حديقة الملكة رانيا العبدالله حيث أقف حيث بدأت عند الساعة السادسة وتنتهي عند الساعة التاسعة هناك حديقتين أيضا اليوم استقبلت هذه الفعاليات في العاصمة عمان الحديقة الأولى هي حديقة الجويدة المرورية في منطقة الجويدة جنوب العاصمة بإضافة إلى مركز أبو بكر الصديق في خريبة السوب مختلف ومعظم هذه الفعاليات موجهة للأطفال رفاه من خلال كما تشاهدون ربما الآن من خلال الفقرات التفاعلية مع الجمهور والفقرات الغنائية والجوائز المسابقة واسمحي لي رفاه أن أمر سريعا على الأماكن الحدائق التي ستستضيف يوم غد وبعد غد بإذن الله هذه الفعاليات ابتداء من يوم غد بإذن الله ابتداء من فعاليات حدائق الحسين التي ستكون أكبر وأشمل ربما بالتشارك طبعا مع مؤسستي ولي العهد وموسيقات القوات المسلحة تحت مسمى فرحة العيد من الساعة الخامسة حتى السابعة وأيضا يوم غد بإذن الله في ذات المكان الذي أقف فيه حدائق الملك رانيا في منطقة القويس بشمال العاصي أو شرق العاصي من السادسة حتى التاسعة مركز فاطمة الزهراء غد بإذن الله في مركة الشمالية من السادسة حتى السابعة ونصف مركز الأمير هاشم في منطقة الهاشم الشمالي من السادسة حتى السابعة ونصف مركز الملكة نور في الهاشم الجنوبي من السادسة حتى الثامنة أما يوم السبت الأول من تموز أيضاً فعاليات في حدائق الحسين كرنبال للأطفال وستكون أيضاً هناك فعاليات خيرية في حدائق الحسين بإضافة إلى المكان الذي نقف فيه أيضاً من السادسة حتى التاسعة مركز زهاء الثقافي في خلدة من الخامسة حتى الثامنة مركز اليوبيل في جبل حسين مركز وادي الحدادة في منطقة الحدادة وسط العاصمة وحديقة طلاع العلي المرورية في طلاع العلي وحديقة مركز الراية أما يوم الأحد ستقتصر فعاليات على مركزين اثنين مركز محمود الإقضاء في جبل النصر ومركز أسماء بنته أبي بكر في جبل الزهور من السادسة حتى الثامنة أمانة عمان كانت قد أعلنت قبيل العيد بأن كافة حدائقها الصغيرة أو تسمى حدائق الأحياء التي تكون بين الأحياء وعددها 138 حديقة مفتوحة أمام الزوار والمواطنين في أيام عيدي الأضحى المبارك من الثامنة حتى العاشرة مساء بالإضافة إلى أربع حدائق كبرى ومركزية أيضاً من الثامنة حتى العاشرة مساء بالإضافة أيضاً إلى تسع منتزهات ستكون مفتوحة على مداري الساعة وحديقتين لطيور من الثامنة حتى الساعة الثامنة والنصف الحديقة الأولى هي حديقة حطين والحديقة الثانية هي حديقة المناشم أيضاً ستكون من الثامنة حتى الثامنة النصف كل عام وأنتم بخير رفاه كل عام وجميع بخير إسماعيل الأطفال لم يدخلوا جهداً في التعبير عن فرحتهم من حولك بوركت الفرحة وشكراً جزيلاً لك إسماعيل حفاظاً على الصورة الحضارية والسياحية للمدينة الساحلية أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز أن كل من يلقي النفاية بالبحر أو على الشواطئ يعرض نفسه للمساءلة القانونية وأشار الفايز إلى أن استمرار حملة النظافة التي تقوم بها السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتعريف المواطنين بخطر إلقاء النفاية على الشواطئ وفي جوف البحر وكانت سلطة العقبة أطلقت حملة لتنظيف جوف البحر تحت شعار إيدك معنا نحمي بحرنا مطلع الأسبوع الحالي والتي تستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك هذه حملة من عدة حملات نقوم بها باستمرار ولكن هناك تكثيف بهذه الحملات خلال الفترة السابقة ليكون هناك تنظيف جوف البحر من مخلفات عديدة طلقة من أقلية قليلة في منطقة الشواطئ وفي العقبة وهي اليوم تسليط عليها بأن هناك رسالة رسالة واضحة بعملية التوعية بضرورة المحافظة على نظافة البحر والشواطئ لنستمتع به ليس فقط خلال فترة العيد ولكن على مدار العام في العيد نقل أهالي مدينة السلط العيدة إلى المقابر حيث أحبة فقدوهم وتطغى على ذلك طقوس مختلفة أبرزها إحضار القهوة ومختلف أنواع الحلويات لتتحول المقبرة مكانا للالتقاء وذكر من رحلوا زيارة المقابر والترحم على الأموات عادة لم يخلف السلطيون لها ميعادا خاصة بالأعياد حتى أصبحت مكان التقاء بين أحبة وأصدقاء فقدوهم هذه العادات تتوارثوها الناس في مدينة السلط عن الآباء والأجداد اللي هي وجودهم نهار العيد صباح العيد بيجوا بزوروا موتاهم وبوزعوا المياه والحلو والقهوة الكثير من هؤلاء الزائرين لقبور موتاهم من يفضل استحاب أبنائه لغرس هذه العادة والترحم والدعاء لمن رحلوا بالإضافة لتقديم القهوة والحلويات ووضع الزهور والزرع على القبور ناس كثير من قرائبك أو معارفك أو قرائب عمك ما بنشوفهم إلا بها المناسبة فبنقعد شوية هيك شايف على القبور بنقرأ الفاتحة هيك العادة أول ما نصل وبعدين بنقعد مع بعضنا بنصير نتذكر أيام زمان بنصير نتذكر المرحمين اللي توفق نطلب لهم الرحمة شايفوا الغفران وتبقى زيارة المقابر وذكر محاسن الموت عادة دأب عليها سكان مدينة الصلط لإحياء ذكر الراحلين والترحم عليهم وتذكير الأجيال بعادات الأجداد وإلى محافظة إربد إذ شارك مستشفى الأميرة رحمة تعليمي الأطفال فرحتهم بحلول عيد الأطحى المبارك إدارة المستشفى اطمأنت على أوضاع الأطفال الصحية كما تفقدت الكوادر الطبية والتمريضية العاملة خلال فترة العيد ووزعت الحلوى على مختلف الأقسام مؤكدة استمرار تقديم خدماتها وفقا للخطة المعدة أعلن مهرجان المسرح الحر الدولي بدورته الثامنة عشر فوزة ثلة من نجوم الفن العربي بأفضل أعمال مسرحية ضمن مسابقتين المسار الدولي والمسار الشبابي وقنص الذهبية المهرجان المسرحية التونسية شوق كما منيحت ذهبية جائزة الفنان الراحل ياسر المصري لأفضل ممثل مناصفة بين الحاكم أسعود من الأردن عن مسرحية فريمولوجيا وكميل العلي من السعودية عن مسرحية النقيب والغريب وسبق توزيع الجوائز عرض فولوكلوري لفرقة آني للرقص الشعبي الأرمني التي انتزعت بفقراتها إعجاب الحضور خاصة في عروضها التي حاكت فولوكلورا الدول المشاركة ميزة هذه الدورة أن الكثافة الجماهيرية العالية التي تشوفها بالمسارح كون العروض بالدرجة الأولى عروض ذات جودة فنية عالية جدا وهذا المعيار الأساسي في اختيارها قدرنا بأقل الإمكانيات نعمل دورة الحمد لله في حالة رضا من الناس عليها بصدق عشنا أياما من أجمل الأيام عروض استقبال ترحاب محبة مهرجان كنت جدا رائع المسرحيات كانت مميزة خاصة في المسار الدولي بالنسبة للمسار الشبابي كان رائع في نماذج مهمة مواهب جدا عالية هذه السنة أنا جدا فخورة بالجيل الشباب اللي طالع بشكل قوي جدا كان عنا تحدي كتير كبير أنه نوسع المسار الشبابي أكتر من أربع عروض لسبع عروض المنافسة كانت جدا قوية فصفوا على سبع عروض